ويبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قرر البدء بالمعركة الاقتصادية أمام تداعيات جائحة كورونا حيث أكد عزم إدارته حل فريق عمل البيت الأبيض الخاص بالفيروس في الطريق إلى تشكيل مجموعة عمل اقتصادية تعنى بالاقتصاد الأمريكي الذي ضربته الجائحة ترامب أكد خلال زيارته أحد مصانع إنتاج الكمامات في أريزونا أنه سيكون هناك سعي إلى استئناف عمل الشركات بعد فترة الإغلاق مشيرا إلى أنه لا يمكن الإبقاء على هذا الإغلاق لمدة أطول من ذلك في وقت أثارت فيه لقطات يظهر فيها الرئيس الأمريكي وإدارته بلا كمامات داخل المصنع جدلا كبيرا حول ما إذا كان الرئيس الأمريكي يتحدى المرض من خلال هذا التصرف بينما تزيد الانتقادات حول اندفاع ترامب الشديد نحو تشغيل اقتصاد البلاد قبل الانتهاء تماما من مسألة كورونا ويظهر الوضع الأمريكي الحالي قلقا باديا على الرئيس الأمريكي الذي لا يخفي ذلك الأمر من خلال تصريحه بأنه لا يستطيع النوم في الليل نتيجة شعوره بالأرق بسبب موت المواطنين الأمريكيين جراء إصابتهم بكورونا واعدا بأنه سيسعى وإدارته جاهدا للقضاء على الفيروس في أسرع وقت ممكن اشتركوا في القناة